وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 374 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 61 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 25 طن سلع غذائية وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 25 طن أسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات أكثر من 297 طن أقماح محلية